بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأسكتسين مرحبا بكل من التحق بقناتي حقدم اختبار الفصل الثاني في مدة اللغة العربية للسنة الثالثة متوسط موضوع جد متنوع في كل دروس الفصل الثاني إن شاء الله ينفعكم وتستبدو منه لربما يكون هو الموضوع المقترح من طرف الأستاذ تكون متمكن منه وتدي نقطة مليحة إذن نبدو على بركة الله في قراءة النص الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح ألا ترون صفوف المصلين كيف يقوم فيها الكبير والأمير إلى جنب الصغير والفقير يضعون جميعا جباههم على الأرض إن المسلمين الأولين لما أهووا بجباههم إلى الأرض حيث تطأوا النعال خذوا عن لله وحده جعل الله القهار رؤوس الملوك تنحن خضوعا لهم وتجانهم تتهاوى على معالهم هيهات ذلها لمخلوق وذل لله عز هذه الجباه التي جعل الإسلام أصحابها سادة الدنيا وقادتها نذهب إلى الفقراء الثانية إن الذي يقوم هذا المقام خمس مرات كل يوم لا يمكن أن يصر على الفحشاء والمنكر لأنه إذا زل ونسي لحظة ذكرته الصلاة ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس بنهر على باب الإنسان يغتسل فيه خمس مرات كل يوم ومن يغتسل خمس مرات كل يوم هل يكون وسخا لجلد؟ فكيف تكون وساخة النفس مع الصلوات الخمس؟ نواصل والمسلم حين يقوم في الصلاة ويقول الله أكبر تسغر في قلبه الدنيا كلها وما الدنيا كلها؟ إن كرة الأرض إذا قيست بالسماوات كانت كنقطة في بحر والسماوات كلها أسغر من العرش والكرسي فما هي قيمتك أنت في هذا الكون العظيم؟ وما عمرك على هذه الأرض؟ لذلك كانت كلمة الله أكبر شعارنا في سلمنا وحربنا وكانت مدخلنا إلى صلاتنا واها لهذا النشيد للعلوي هذا الذي هدف به المسلمون في كل معركة خاضها لأن من كان مع الله لا يغلبه عدو مهما كبر لأن الله أكبر كان هذا هو النص الدكتور علي الطنطاوي بتصرف نذهب الآن إلى الأسئلة اختر من النص عبارة تكون عنوانا للسند اختر من النص إلى ماذا يدعو الكاتب في هذا السند؟ إلى ماذا يدعو الكاتب في هذا السند؟ كيف اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة؟ وماذا يدعو الكاتب في هذا السند؟ نواصل 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 ثانياً، هذه الوضعية الثانية، استخرج من السند صورة بيانية وشرح. ثالثاً، استخرج من السند أسلوباً إنشائياً وبين نوعه. وبين نوعه. ثانياً، الأسئلة المحسن النوعي، عندما نتحدث عن المحسن النوعي، نتحدث عن الطباق، يعني نستخلط طباقاً ونبين نوعه. عندما نتحدث عن الصور البيانية التشبيه والاستغارة والكناية إلى غير ذلك، والأسلوب الإنشائي هو الاستفهام أو التعجب أو النداء إلى غير ذلك. رابعاً، استخرج من السند اسم فعل ماضي، اسم فعل مضارح، اسم فعل أمر، آدات شرق جازمة. طبعاً، رح نخلي لكم ملخص أو شرح لدروس الفصل الثاني خاصة باختبار الفصل الثاني في اللغة العربية في صندوق الوصف. ممكن أنكم ترجعوا منه وتشوفوا الدروس وتستفدوا منها. كذلك نستخدم من السند اسم فعل وما هو وزنه، صفة مشبهة وما هو وزنها، وسيغة مبالغة وما هو وزنها. اسم فعل وما هو وزنه، اسم فعل وما هو وزنه، وصفة مشبهة وما هي وزنها، وسيغة مبالغة وما هو وزنها. نعرف ما تحته خط في السند المصلين، هيهات ذل، ذل، ها هي الكلمة ذل إلى صفوف المصلين، كلمة هيهات ذلها، هيهات ذلها. نواصل لجزء الثاني الخاص بالوضعية الإدمجية، إذن السياق، الصلاة هي الرقم الثاني من أركان الإسلام، وهي عماد الدين. السند عن عمر بن الخطاب أنه قال جاء رسل فقال يا رسول الله أي شيء أحب عند الله، فقال الصلاة لوقتها، ومن ترك الصلاة ثلاثين له، والصلاة عماد الدين. التعريماء اكتب فقرة وشهية تنصح فيها زميلك الذي لا يصلي، مبينا عواقب تهونه في أداء الصلاة، وبأن الصلاة نور المؤمن في الدنيا والأخير. طبعاً وقف في الفيديو، خرج جهرها وحل له وحدك، ونحن نتقاسمه الإجابات الصحيحة. إذن، الجزء الأول أو الفكرة العامة لأن الفكرة العامة نسخها حية على الصالة، حية على الصالة، لأنه قالين بجملة من النص، موش من عندي. ثانياً، يدعو الكاتب إلى الصلاة والمحافظة عليها، التي كانت سبباً في رفعة وترفعه عن الدنيا ودنياها. إذن، يدعو الكاتب إلى الصلاة والمحافظة عليها، الصلاة كانت سبباً في الرفعة في الدنيا والترفع عنها. في الرفعة والترفع. هذا هو المقصود أنها سبب في الرفعة والترفع عن الدنيا وما فيها. يعني نرتفع في الدنيا، يرفعنا الله، يرفع قيمتنا، ونترفع عنها، فلا تكون هي غايتنا. إذن، اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة كنهر، هذا ما قاله الكاتب، والعبارة دل على ذلك، ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس بنهر على باب الإنسان يختسل فيه خمس مرات. إذن، أخطأ معناها زلنا، الأضداد، الأضداد، الظل هو العزو، ورفعوا يضعوا، رفعوا يضعوا، كذلك تنهار، 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 من الشرح المفرق، تهبط، تنهاني، 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 اللجزء الثاني المحسن المعنوي ونوعه، إذن، الكبير والصغير طباقه إجاب، هذا طباق إجاب، شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس بنهر المشبه الصلوات والمشبه به النهر وأداة التشبيه شبه الكاتب الأسلوب الإنشائي الاستفهام وما الدنيا كلها؟ فما هي قيمتك أنت في هذا الكون العظيم؟ كيف يقوم فيها الكبير والأمير؟ هل يكون وسخ الجلدي؟ فكيف تكون وساخة النفس مع الصلوات الخمس؟ إذن كذلك يوجد الأمر حي على الصالة، عندنا الاستفهام وعندنا الأمر، هذه جومة كلها مأخوذة من النص عبارة عن استفهام، فالاستفهام عبارة عن أسلوب إنشائي وكذلك الأمر، اسم فعل ماضي هيهاتة، اسم فعل مضارع واهن، اسم فعل أمر حية وأداة شرط جازمة محمة الآن سؤال آخر، اسم فعل، المصلين، المسلمين، وزنه، مفعلين، المفعلين، صفة مشبهة، الكبير، الفقير، السغير على وزن فعيل، وسخ على وزن فعل، سغة المبالغة، القهار على وزن فعل، الإعراب المصلين مضاف إليه مجرور وعلى ما تجره ليه لأنه جمع مذكر سالم، هيهاتة اسم فعل ماض مبني على الفتح بمعنى بعد، ذلها فاعل مرفوض على ما تلفعه الظماء الظاهرة على أخير، نذهب الآن إلى الوضع الإدمججة، إن الصلاة أهم ركن في الإسلام، ومن تركه فهو جاحد، وإن صلحت من الأعمال صلحة ما تبقى، وإن فسدت فسدى ما تبقى أيضاً، زميلي إن الصلاة عماد الدين، وطريق الصواب والتقوى، عليك بأدائها خمس فروض في اليوم، كلهم بركات، أدعي وأذكار وقراءة للقرآن، فهي شاملة لحمد الله وتمجيده، إنك إذا حفظت عليها، نلت الراحة والطمأنينة التي لن تجدها، كما أنها حياة المسلم فلا وجد له دونها، وإياك أن تفرط فيها ويغرك الشيطان، فهي النجاة في الدنيا والأخيرة، تمنية لكم التوفيق، إلى اللقاء في فيديو آخر.